بعث صاحب والجلال الملك محمد السادس برقية تانية إلى فخامة السيد فلاديمير بوتين وذلك بمناسبة عادة انتخابه رئيساً لفيدرالية روسيا ومما جاء في هذه البرقية بمناسبة تجديد الشعب الروسي ثقته في شخصكم رئيساً للدولة يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مواصلة قيادة فيدرالية روسيا على درب المزيد من التقدم والازدهار وأضاف جلالة الملك وإنني لا أؤكد لفخامتكم حرصياً راسخ على مواصلة العمل سوياً معكم من أجل المضي قدماً في توطيض روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على التقدير المتبادل والتعاون البناء والسعي معاً إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة شعبين الصديقين